اشتركوا في القناة رحلة الى استراليا من وده يروح الجميل عنا عارف قضيت سبع سنوات في استراليا في هذه الجامعة لكن دعوني اقول لكم اول شهرين في الجامعة ايش اللي صار هذا مكتبي اذا ابغى اطبع ورقة واحدة اعطي امر طباعة اضطر اني اخرج من المكتب اخرج من المبنى كامل اروح مبنى اخر في داخل المبنى في غرفة خاصة تسور الطباعة اخذ الورقة وارجع مرة ثانية الى مكتبي زعلان لماذا عندي طابعة انا طالب دراسات عليا طالب دكتوراه انا مبتعد انا ابغى طابعة لا يمكن هذه جامعة فقيرة تعرفون سعودي اذا زعل خطاب على طول الى رئيس القسم خطاب الى مشرفي ابغى طابعة معاي خمسة استراليين يدرسون الدكتوراه في نفس الغرفة ما عنده مشكالية كانوا يقولون يا محمد هذا جيد لصحتك انتصرف طاقة تترك الكرسي لا تكلموني على الصحة تكلموني كيف استطيع ان احصل على طابعة ابي طابعة جبوا لي طابعة وانبسطت لكن بعد فترة صابتني الام باسفل الظهر من كثرة الجلوس ولم اكتشف ولم اكتشف حقيقة ان السبب الحقيقي هو الكرسي كلنا نعلم خطورة المخدرات رقم واحد اثنين التدخين ثلاثة الكحول اربعة هو الكرسي اللي احنا جالسين عليها الان ونجلس عليه قبل وبعد وكل وقت اصبحنا نجلس في كل مكان لو تتبعنا تاريخ البشرية من رجل الكهف مرورا بالعصر الزراعي العصر الصناعي لم يجلس الانسان تماما لم يجلس الانسان الا في العصر الحالي عصر الكمبيوتر الانترنت الجوال اصبحنا نجلس بكل مكان اصبح التدخين ماذا هو الخطير الجلوس اصبح اخطر من التدخين نعم حتى يقال ان الجلوس الطويل هو التدخين الجديد في عصرنا الحالي مصيبة ليش لان هناك امراض عديدة مرتبطة بالجلوس هذه اسمها هذه اسمها العلمي الطبي ستينج دزيز امراض القلب هشاشة العظام السمنة الموت المبكر داء السكري ضغط الدم اعدد اكثر هناك اكثر من 30 اربعين مرض مرتبط بالجلوس لا استطيع ان اذكرها لكم ولا اتخلص التوك بالكامل ايه الان لو تعشينا الليلة عشا دسم بمعنى دهون سكريات يعني اليوم المفتوح في الطعام هل بكرة سوف نصاب بالسمنة طبعا لا لا نصاب بالسمنة لكن لو كان سلوكنا هذا الغذاء السيء مستمرين فيه كل يوم سنة سنتين ثلاثة عشر سنوات من المؤكد سوف نصاب بالسمنة لأن هذا سلوك كذلك الحال مع الجلوس لو جلسنا 24 ساعة الكرسي لن نصاب بأحدى الأمراض المتعلقة بالجلوس ابدا لكن اذا كان سلوكنا خامل ونجلس كل يوم سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر سنوات من المؤكد بعد كذا على الاقل واحد من احدى الأمراض المرتبطة بالجلوس سوف نصاب فيها فلا ننتظر هذا اليوم لنا ثمانية سنوات لم نتأهل إلى كاس العالم في كرة القدم صحيح؟ لكن مملكة العربية السعودية المركز الثالث في الخمون البدني على مستوى العالم هذا تقرير نشر في مجلة لانسة الطبية وهي من أشهر المجلات الطبية على مستوى العالم للأسف الشديد المملكة العربية السعودية الأولى في ضغط الدم في السمنة في دا السكري فيها شاشة العظام هذه الأمراض ماذا نسميها؟ أمراض الجلوس نجلس في البيت في الجامعة في السيارة في المدرسة حتى في الملعب 22 لاعب في الملعب يشاهدوا أكثر من 60 ألف متفرج ناهيك عن الملايين المشاهدين خلف شاشة التلفاز نشاهد ولا نمارس ما العصر هذا؟ هذه التوصية العلمية أخواني أخواتي لعشرين سنة أنا أقولها عشرين سنة هذه التوصية العلمية الطبية تقول على كل شخص يجب أن يمارس 30 دقيقة من النشاط البدني للوقاية من أمراض القلب حقيقة تغير الوضع الدراسات العلمية التي جاءت قبل سنتين أو ثلاثة سنوات كانت هذا لا يكفي للوقاية من أمراض القلب السؤال الحقيقي ماذا تفعل بقية اليوم؟ 30 دقيقة فقط وتجلس لبقية اليوم؟ لا فإذا قضينا وقتنا في الجلوس أمام التلفاز أمام الإنترنت أمام الأجهزة الإلكترونية بغض النظر مارسنا النشاط البدني أو لم نمارسه نحن مع الرضي للإصابة بأمراض القلب وهذه مصيبة هل تتوقعون فقط عامة الناس سلوكهم خامل؟ لا والله هذه دراسة أجريناها العام الماضي على لاعبين كرة القدم في إحدى الأندية العاصمية في الرياض عندنا تم نشرها في إحدى المؤتمرات العالمية في سان دياغو في أمريكا كم نسبة الخمول البدني لدى اللاعبين؟ 77% منهم خاملين يقضون بقية اليوم في مشاهدة التلفاز على الإنترنت على الجوال على الألعاب الإلكترونية إذن الخمول البدني منتشر عند عامة الناس وحتى عند الرياضيين وهذه مشكلة أرعبتنا يا دكتور خوفتنا حقيقة يجب أن نخاف لكن الأخبار السارة أن الحل سهل جداً الحل محتاج إلى تغيير بسيط في حياتنا هذه القاعدة أنا أسميها قاعدة الحياة الصحية والنشطة نغير سلوكنا ثمانية زائد واحد زائد خمسطاش كم؟ 24 ما نقصد في 24؟ 24 ساعة كل واحد موجود هنا عنده 24 ساعة حتى أنت 24 ليس 23 أنت الشر اللي تقول لي لا دعنا نقسمها أمزح معنا دعنا نقسم 24 ساعة أعطني ثمانية ساعات نوم في الليل في الليل ليس في النهار ثمانية ساعات النوم سلوك صحي وليس سلوك خامل ساعة من ممارسة النشاط البدني أي نشاط بدني ماشي هر ولا ركوب دراجة سباحة أي نشاط أنت تعشق وتستطيع أن تعمل كل يوم هذا ممتاز بقية اليوم بقية 24 ساعة هذه 15 ساعة ماذا نفعل فيها؟ هذا وسلوك الحياة النشط يجب أن نقلل من عدد ساعات الجلوس يجب أن نقطع عدد ساعات الجلوس يجب أن نقلل من الوقت اللي نستخدمه في الإنترنت الكمبيوتر والجوال والألعاب الإلكترونية يجب أن نزيد من الأنشطة البدنية اليومية الحياتية مثل صعود الدراج المشي للمسجد المشي في الجامعة المشي في المدرسة أعمال البيت الأعمال المنزلية خاصة القسم هذا ممتاز تنظيف الأرضيات، تنظيف الجدران، تنظيف المطبخ، الكنيس العمل في عديقة المنزل هذه تصرف طاقة عالية جدا ومهمة جدا يكفي تركيزنا على هذه المنطقة هذه لم تخلق هذه المنطقة لكي نجلس عليها يجب أن ننتقل من هذا التركيز، من هذا المربع الأعلى إلى الأسفل يجب أن نستخدم القدمين فسيولوجيا وتشريحيا الله سبحانه وتعالى خلق القدمين للمشي، للحركة، للوقوف أخواني أخواتي، الخمول البدني سلوك الطفل المدخن سوف يصبح رجل مدخن في المستقبل الطفل المصاب بالسمنة سوف يكون رجل مصاب بالسمنة كذلك الحال مع الخمول البدني الطفل الخامل والذي يكثر من الجلوس سوف يصبح رجل خامل ويكثر من الجلوس في المستقبل يجب أن نغير حياتنا ونغير بيئتنا البيئة النشطة سوف تساعدنا بيئة في البيت، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في أي مكان يجب أن نغير هذه البيئة كيف يا دكتور؟ هذه نماذج غربية الآن البعض تخلص من الطاولة المستديرة وأصبح يعطينا اجتماعات عمل من خلال المشي ووكن توك ميثين لماذا؟ الابتكار، الابداع، الافكار، اتخاذ القرارات الصائبة كلها أثناء المشي أفضل من أثناء الجلوس تبعون دليل علمي؟ أعطيكم دليل علمي الآن على اليسار هذا شكل الدماغ بعد الجلوس لفترة الآن نقارب الدماغ بعد المشي لمدة عشرين دقيقة شو اللون الأخضر الأحمر الأصفر؟ هذا دليل على زيادة النشاط الخلايا الدماغية إذن كل الأفكار والابداع واتخاذ القرارات الصائبة والأفكار الرائعة أثناء الجلوس أفضل من أثناء الجلوس الاختبارات جاية اللي يبغي يذاكر يذاكر هو يمشي وهو جارس حينام نصيحة البعض تخلص من المكاتب التقليدية اللي نحن نسميها المكاتب الخاملة هذا مكتب نشط اللي أمامكم سير متحرك مرتبط بهذا المكتب أمامه الكمبيوتر يستطيع الشخص أن يجلس تمانية ساعات من خلال المشي البطيء أيضا هناك دراجة ثابتة مرتبطة بهذا المكتب النشط بعض المدارس أخواني أخواتي تخلصوا من الكراسي واستبدلوها بكور طبية هذه الكور الطبية تحتاج إلى توازن التوازن هذا يجعل معظم عضلات البطن الظهر القدمين تعمل طوال الوقت فتصرف طاقة هذه مكتبة في إحدى الجامعات أيضا استبدلت الكراسي بكور طبية بل أن هناك مدارس في الغرب بلا كراسي بالكامل مدارس بالكامل بلا كراسي الطلاب يستطيعون أن يأخذون الحصة الدراسية من وضع الوقوف هذول طلاب ترى صغار الآن هذا دوركم هذا دوركم وانتوا جالسين إذا ما اقتنعتوا بالدراسات العلمية والله تحطوا ممكن أسأل الجميع الآن الرجال والنساء فضلا لا أمرا أنهم يقفون وبقية الوقت المتبقع عندي تأخذونه من وضع الوقوف وشوفوا الفرق ممكن أسألكم أن تقفون لو سمحتم نعم الجميع نعم الجميع الجميع أفضل منظر رأيت بحياتي أنا ما أدري كم العدد لكن أنا ما أشوف النهاية هنا ولا أشوف النهاية هنا ما شاء الله تبارك الله مو كثير طيب أنا أعط لكم الآن النماذج الغربية هل نستطيع كسعوديين أن نغير من طبيعتنا من هذا اللي في الصورة هذا سعودي هذا أنا لابس أشماق عشان أتبت لكم أن يقسم بلا سعودي أستطيع أن أغير هذا مكتبي في جامعة الملك سعود بلا كرسي بل محاضراتي أعطيها من وضع الوقوف طلابي أيضاً يأخذون المحاضرة من وضع الوقوف لو كانوا موجودين هنا أثبتوا الشيء هذا هذا مكتبي الآن في البيت طبعاً ما في كرسي شاهدون السير المتحرك الآن أنا أعمل ثمانية ساعات بسرعة منخفضة أقل من اثنين كيلو متر في الساعة أنا إنسان نشط هذا مكتبي في البيت هذا السير ما يكلفني ألف ريال تغيير بسيط أستطيع أن أكون نشط فيه أبت بنتي الصغيرة أولى ابتدائي إلا أن تثبت للجميع أنها تستطيع أن تتخلص من الكرسي القاتل وتستطيع أن تعمل على الكمبيوتر من وضع الوقوف أيضاً دائماً نتساءل دائماً نتساءل لماذا بعض الناس خاملين بدنياً ويمكن يأكلون أكثر منا ولا يصابون بالسمنة هذا يأكل أكل الليل وهذا دائماً نحيف وأنا لو أشم الطعام شوي إزداد وزني وصي سميل لماذا يجعل هذه نحيفة أو هذا نحيف وهم يمارسون أي نشاط بدني هذه المجلة الساينس من أفضل المجلات الطبية العالمية تجاوب على هذا السؤال بحثت عن مجموعة خاملة جداً قسمتهم إلى مجموعتين مجموعة البدناء هذا طبيعي خمول بدني يصاب بالبدناء لكن غير طبيعي المجموعة الثانية غير البدناء النحيلين كلهم خاملين جداً قاسة الأنشطة البدنية اليومية الحياتية كل حركة يقوم فيها جسم الإنسان لمدة عشرة أيام متواصلة بأجهزة دقيقة جداً هذه النتيجة الآن أمامكم وقت الجلوس ووقت الوقوف وقت الجلوس في الأبيض ووقت الوقوف في الأخضر لاحظوا أن البدناء يجلسون أكثر لكن الغير بدناء يقفون أكثر مثلكم طيب وش سوت الدراسة بعد؟ قاسة الفرق فرق طاقة الوقوف بين البدين وغير البدين وجدت الطاقة هذه 352 سعر حرارية في اليوم الواحد فقط من الوقوف هل هذه الطاقة سعرات الحرارية عالية منخفضة؟ خلونا نحولها الآن إلى نشاط بدني هذه تعادل 352 سعر حرارية تعادل جري مدة 42 دقيقة في اليوم أو مشي لمدة 72 دقيقة في اليوم يعني ساعة و 12 دقيقة خلصت هذه الدراسة إلى التالي إن هذه طاقة الوقوف هي اللي جعلت النحيل نحيل بالرغم من خمولها البدني دائما نتساءل والله دائما هذا السؤال محيرني ليه العاملة المنزلية نحيلة إذا قرناها في شيء آخر لكن ليس الحال هذا حقيقة لدى فقط النساء حتى الرجال يوم أرى السائق وأقارن بالرجل بعض الأمور تقدمت وتأخرت أخرى فطار صوابي السمنة منتشرة في كل مكان لعلي في الأخير أذكر نفسي وأذكر أخواتي وأذكر أخواني بقاعدة سلوك الحياة الصحي والنشط نعم تستطيع التغيير نعم تستطيعين التغيير نعم جميعنا يستطيع تغيير سلوك الخامل إلى سلوك نشط ونطبق قاعدة الحياة الصحي سلوك الحياة الصحي والنشط ثمانية ساعات نوم ساعة مارسة النشاط البدني خمسة عشر ساعة يجب أن نقضيها في سلوك نشط جدا شكرا لكم شكرا تدكس الرياب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم